السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم طلابي وطالباتي الله يسعدكم يا رب وتكونوا مبسوطين بالبات اليوم ان شاء الله رح ناخد درس جديد في معدة التربية الوطنية رحنا مع بعض الحصة السابقة في الحصة السابقة على محافظة الطفيلة ومحافظة امعان اليوم ان شاء الله رح نطلع مع بعض رحلة على محافظة العقمة متأكد انه كلكم انبسطتم لانه كلنا بنحب نروح نعاقبه خصوصا الاجواء كتير حلوة هالايا اول شي بنا نتحدث عن موقع الجغرافي بنا نتحدث عن تطور التاريخي والمعالم التاريخية والسياحية رح نتحدث اخر شي على التراث الشعبي اول شي خلينا نتعرف مع بعض على موقع العقبية خلينا كلنا نروح مع بعض على خارطة الاردن هايها اذا جنوب الاردن اذا العقبة ومعان والطفيلة من محافظات الجنوب اذا انتقى جنوب المملكة الاردنية الهاشمية طبعا تبعد عن العاصمة عمان تقريبا 324 كيلو متر جنوبا هاي عمان انه هون تبعد عنها 324 كيلو متر جنوبا ومساعتها 7000 كيلو متر مربع احنا بنعرف بدنا تقريبا اربع ساعات لحتى نوصل للعقبة طيب ما هي التسميات التي اطلقت على العقبة تاريخيا اول تسمية ايلا تاني تسمية ايلا الاسلامية التالتة عقبة ايلا ايلا اي مدينة الله عنا عقبة ايلا فترة حكم المماليك اطلق عليه اسم العقبة حكم المماليك اطلق عليه اسم العقبة ماذا تعني كلمة العقبة يا سادس لو نحكي عقبة بالعربة المنخذ عقبات ماذا تعني كلمة عقبة العقبة في اللغة اي الطريق الوعر في الجبل احنا بنروح طريقة العقبة منلاقي طريقها كتير وعرة اذا تعرفنا عن موقع الجغرافي وعن تسمياتها تاريخيا خلينا نتعرف على التطور التاريخي هلأ التطور التاريخي عندنا الحضارات اللي برزعت عندها الأدوميون والأنباط والرومان وبرضو الحضارة الإسلامية اللي تعلم الأدوميون والأنباط والرومان والحضارة الإسلامية طيب ما هي الأهمية الاقتصادية لمدينة العقبة في فترة الحكم الأدومي ما هي الأهمية الاقتصادية لمدينة العقبة في فترة الحكم الأدومي أول شيء إنها ظهرت كمركز لصهر النحاس وصناعته وتصديره عبر ميناها هاي أول أهمية اقتصادية مركز صهر النحاس اثنين صناعته ثلاثة تصديره عبر ميناها طبعا العقبة ظلت ميناء بحري ومركز تجاري طوال العهد النبطي والروماني ودخل الإسلام مدينة العقبة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام حسنا خلينا ننتقل لأهمية الاقتصادية للعقبة في ظل الدولة الأردنية الحديثة إذن أصبحت مدينة مزدهرة في ظل الدولة الأردنية الحديثة أول أهمية إنهم أنشأوا سلطة ميناء العقبة عام 1952 حتى صار ميناءها ميناء دولي بيختم الأردن وبيختم الدول الأخرى المجاورة للأردن ثاني إشي أعلنوها منطقة اقتصادية خاصة عام 2001 شو يعني أعلنوها منطقة اقتصادية خاصة؟ برأيك شو يعني؟ إنها صارت معفاة من الرسوم الجمارك إنها أصبحت معفاة من الرسوم الجمارك بنلاحظ لما إبنا وأبونا يروحوا على العقبة بيشتروا أدوات كهربائية أرخص من عنا من عمان صح؟ ما عمرك سألت حالك ليش؟ أكيد لأنها معفاة من الرسوم الجمارك غير إنها معفاة من الرسوم الجمارك طبعا هي منطقة جاذبة للاستثمارات منلاحظ أن كثير فينا تجار بيقوم باستثمارات من الدينة العقبة استثمارات صناعية وغير هيك السياح منطقة جاذبة للسياح المنطقة في المنطقة العقبة منطقة جميلة وسواحلها جميلة بعد ما حكينا عن الطور التاريخي في العقبة في فترة الحكم الأدومية والنبطي والروماني وفي العصر الحديث عنها بنا نتعرف على أهم المعالم التاريخية والسياحية في مدينة العقبة أول شيء خلينا نتحدث عن المواقع الأثرية مواقع الأثرية أول موقع اللي هو عسيون جابر عسيون جابر تاني شيء الكنيسة البيزنطية تاني شيء الكنيسة البيزنطية تالت شيء أيلة الإسلامية مدينة أيلة الإسلامية رابع شيء قلعة العقبة طيب خلينا نبلش أول شيء بعسيون جابر ما هي الأهمية التاريخية لمدينة عسيون جابر وضح الأهمية التاريخية لمدينة عسيون جابر أول شغلة إنها منطقة أثرية تعود للفترة الأدومية تاني شيء إنها تحوي آثار أفران لصهر النحاس إذن منطقة أثرية تعود للفترة الأدومية تحوي آثار أفران لصهر النحاس الكنيسة البيزنطية أهم شيء إنكم تعرفوا إن هي أقدم الكنائس في العالم إذن ما هي أقدم الكنائس في العالم؟ الكنيسة البيزنطية طيب هلأ خلينا نرجع نحكي كمان عن أهمية تاريخية لمدينة أيلة الإسلامية أول شيء إنه تم إنشاءها في عصر خليفة عثمان بن عفان تاني شيء تعد شاهد على أقدم المدن لأنشاءها المسلمون خارج الجزيرة العربية قلعة العقبة بدي تعرفوا لي أن الشريف الحسين بن علي لما جاء للعقبة تأخذها مسكن إلى هاي خلينا نتطلع الصور كلنا هاي أثار مدينة أيلة عنا هون قلعة الشريف حسين بن علي وعنا هون أثار الكنيسة البيزنطية لأقدم كنيسة في العالم بعد ما حكينا عن المواقع الأثرية خلينا نحكي عن المواقع الطبيعية من أهم المواقع الطبيعية في العقبة اللي هي صحراء رم اللي هي من أبرز من أهم المناطق جذب السكان في محافظة العقبة ويبيجوا السياح من مختلف مناطق الأردن وخارج الأردن حتى يستمتعوا بجمال الصحراء والمناظر الطبيعية فيها وحتى في منهم بيجوا يمارسوا رياضات متنوعة في صحراء جام بعد ما حكينا عن المواقع الطبيعية لأخذينا نتحدث عن مرافق البيئة البحرية أول شيء مرافق البيئة البحرية عندهم محطة العلوم البحرية متحف الكائنات البحرية ثالث شيء مركز الغوص الملكي رابع شيء متنزه العقبة البحرية هلأ فسر سبب إنشاء محطة العلوم البحرية أول شيء أنشأوها من اللي أنشأها؟ كان فيه تعاون بين الجامعة الأردنية وجامعة ديرموك ليش أنشأوها؟ أنشأوا كمحطة علمية حتى يقوم بدراسة الأحياء البحرية اللي بتعيش في خليج العقبة حتى يحموا هاي الأحياء البحرية واضح؟ إذا نرجع نعيدهم محطة العلوم البحرية متحف الكائنات البحرية مركز الغوص الملكي متنزه العقبة البحري اللي كان بمثابة محمية بحرية أخر شيء بدنا نحكي عن التراث الشعبي طبعا التراث الشعبي للعقبة كان بتشابه مع تراث مدن عربية ساحلية في مصر وفي عنا مدن ساحلية في الجزيرة العربية هلأ بدنا نعرف تراث الشعبي في العقبة بشو كان يتشابه مع المدن العربية الساحلية مثل مصر أول شيء بتشابه في طعامهم الشعبي أنه الطعام الشعبي بالعقبة عندهم الصيادية اللي هو الصيادية بتتكون من سمك طازج بإضافة إلى أرز لهم طريقة خاصة في طبيقها تاني شيء بتشابه في آلتهم الموسيقية اللي كان اسمها السمسمية السمسمية ما هي آلة السمسمية؟ هي آلة موسيقية بيستخدمها مين؟ الصياد اللي بسيد الأسمات بصنحكها بنفسه عبارة عن خشب وأوتار فلاذية بشبه شكلها حبة السمسم عشان هيك سموها سمسمية إذن لماذا سميات السمسمية بهذا الاسم؟ لأنه يشبه شكلها حبة السمسم وإن شاء الله نكون استمتعنا مع بعض برحلتنا للعقبية سادس ورح أعفيركم اليوم من الواجب بأنه أنهينا مادة التربية والوطنية وكل عام أنتم خير وإن شاء الله رح نختم معكم التاريخ والجغرافيا الحصصة القادمة إن شاء الله أعطيكم العافية حبايبة شكرا